والحوار وحرية الاختلاف وما يؤهل العقل لاستغلاله في أسباب النفع والخير وهو التعليم والتتقيف رابعا حفظ المال والمال يعني هنا جميع الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ويعني الملك يتكامفهم والمال يحفظ بتنميته وبالاقتصاد في صرفه وبيوضعه في مواضعه وعدم احتكاره من الاغنية وقد كانت تصرف في المال مطار الخلاف في الفتنة الأولى بين المسلمين واشتهر الصحابي الجليل أبو درين الغفاري برفع شعار المال مال الله خامسا حفظ العرض ويعني شرف الفرد وشرف الجماعة يجب استره وصونه وعدم اهتكه وتدخل فيه الهوية والانتماء والشعور بالاستقلالية والتحرر وصفات الكرم وحماية الضعفة والوفاء بالعاد وعدم اهتك حرمة المنزل وقد ارتبط في الأدهان قبل أي شيء آخر بحفظ شرف النساء من الاغتصاب كانت للعرض كل هذه الدلالات في الجاهلية فأدمج معظمها لإسلام مما لا يتيح المجال لسلوك التفاخر بالأحساب والإنساب وارتكاب التأريو التعصب ونرى أن هذا المبدأ مبدأ حماية العرض يلتقي مع كرامة الإنسان بجوانبها المادية وجوانبها المانوية وقد قال الباحث نايف الردهان في كتابه التاريخ المستدام وكرامة الإنسان إن التاريخ الذي قال عنه فوكياما إنه قد انتهى ستتجدد ديناميته في إطار مطالبة الإنسان في المستقبل بمزيد من حفظ عرضه وكرامته وبعد استعراض هذه المبادئ نشير إلى أن للإسلام منظومته الخاصة التي تتميز بأمرين أولهما أن الله طرف في الحقوق بمعنى أقوى من فهوم الحق العام وتانهما أن الحقوق تشمل حقوق النفس على صاحبها بقدر ما تشمل حقوق الآدمية على غيرهم الآدمين وبعد هذه التمهيدات يتأتى القول بأن من يهمه النظر المقارن يستطيع أن يسبر في فصول الدستور 2011 أين تلتقي هذه الفصول في الغايات مع المبادئ التي نصط عليها البيعات فيجدها تكاد تكون متطابقة وعند شاطب في الموافقات كلام نفيس في علاقة الكليات بالجزئيات بمعنى أن ما هو منصوص مجملا في البيعة لا يقوم إلا بالجزئيات الموجودة في الأحكام الفقية المستنبطة من الكتاب والسنة ثم إن الضمانة المؤسساتية لتطبيق مبادئ البيعة كانت هي شخص الملك ويبقى الأمر كذلك بالنسبة للدستور حسب الفهم العام للشعب إلا أن ما تيصر من اجتهاد الكوني الحديث في ابتكار آليات سياسية للمراقبة والتنفيذ يعد من النعم الكبرى على الناس لأنها تسير في الاجتهاد المقاصد العظيم القدر والفائدة لكن تطبيق العدل انطلاقا من البيعات في مصارها التاريخي وقف عند حدود الوسائل في العصور الماضية وقد سبق لابن خلدون أن نبه على أن حضور الدولة أقوى في المركز منه في الأطراف وبهذا الصدد فإنما نسب إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أنه قال لو ماتت شات على شت الفرات ضائعة لا ظننت الله تعالى سائل عنها يوم القيامة هو ضرب من الاعتراف بصهاره وحدبه رضي الله عنه على إقرار الإنصاف وتبليغ الحقوق لأصحابها إلى حد أقصى وإن لا فإن له رضي الله عنه من الوسائل في غياب جيش النظام وشرطة وجهاز ضرق ووسائل تواصل فجل انشغال الدول في الماضي أن تهتم بالعدو الخارجي وبالفرق الإنقلابية العقدية التي كانت تهددها من الداخل فالتكنولوجيا السلطة كما يسميها ميشيل فوكو إنما بدأت مع الدولة الحديثة وإن كان حكم هذه الدولة الحديثة قد شابه ما يسمى بمنطق الدولة في ممارسة قد لا تراعي الإخلاق في كل الحالات ومن رحمة الله بالإنسان أيضا اكتشاف هذا النمط الدستوري الذي تتميز صياغته باستعمال لغة بعيدة عن النص المقدس فهذه اللغة التي يمكن أن نسميها باللغة المشتركة مثلها مثل لغة الاجتهادات الفقهية التي تتميز بديقتها وفي نفس الوقت تقبل الخلاف فالدستور المبني على هذه اللغة هو بمتابة الكلمة السواء التي اجتمع حولها كل الأطراف لكن الجوهر الملاءمة مع البيعة بالنسبة لبلدنا يكمن في التزامكم يا مولاي بفتح اجتهاد واسع لا يحلل فيه الحرام ولا يحرم فيه الحلال كما جاء في خطاب تقديمكم لمدونة البرلمان فلغة الدستور تحادي نصوص أحكام الدين ولكن فرص تأويلها محدودة وإذا كان فيها من تأويل فهو تقني أكثر مما هو عاطفي وقابل للحل من منطق النص وسياقه فأي دستور في بلد علماني لا بد أن يتضمن مقتضيات تحمل أنفس والعقول والأموال والأعراض ويبقى الغائب عنه هو حماية الدين لأن الدين هو الغائب المؤسوف عنه في الديمقراطية في البلدان العلمانية وقد بيّن العواقب السلبياتي لذلك الغياب غير واحد من المخصصين المعنيين بمصير الديمقراطية مثل ما فعلت الباحثة أنيس أنتوان في كتابها حول المواطنة والدين عند توكفيل بعنوان أي ما لم يفكر فيه في الديمقراطية وعليه فالنص على حماية الدين في الدستور المغربي يجعله متضمنا للبيعة دون أن يتجاوزها لأنها بقدر ما تضر عن الشروط تضر عن الشخص شخص أمير المؤمنين المبايع الذي تلتقي حوله طاعتان الطاعة المؤمرة بها شرعا على شروطها والطاعة للدولة في إطار إكراهة العقد الاجتماعي داخل نظام نابع من تاريخ وطن مشترك ففي إطار الطاعة الأولى يقع التأكيد على شرعية إمارة المؤمنين وتجديدها بقوة وذلك يوميا بالدعاء للسلطان دبور كل صلاة وبالدعاء باسمه مرة في الأسبوع في قطبة الجمعة فقطبت الجمعة من دعاء مستمر للبيعات والتعلق الشرعي بها غير أن إمارة المؤمنين المنبتقة شرعا من بيعة لها بعد تعاقدي آخر يتجلى في الرعاية الروحية للمؤمنين ويبرز هذا الجانب من خلال مخاطبة الملك للناس بعبارة رعايا الأوفية فأمير المؤمنين في المغرب حاكم وراع وتصاحب هذا الجانب الروحي الزمني رسوم وشارات لا علاقة لها بالخنوع للصلاة طغاة المستبي الدين في الحضارة القديمة وإنما هي من قبيل التقرب تلقائي والشكر العاطفي بالتعبير عن الولاء وبهذا الصدد نجد عند الإمام القرافي كلاما في الفرق بين تحرم السجود للصنم المضونة أليه وبين السجود للوالدين والأولياء والصلحة تعظيما وتدلل وأن هذا الأخير ليس بكفر ولكنه يمنع لسد الضريعة مولا يا أمير المؤمنين إن إدماج حماية الدين في الدستور إغناء له ملاءمة وإتاحة جديدة وفعالة لطبيق البيعة بشكل لم يسبق له مثيل لأن ما سيتحقق بالدستور من إصلاح الدنيا في جانب العدل والتنمية والحقوق سينعكس إيجابا على الدين بحسن فهمه وسهولة الانقياد له والاستفادة من وازعه ذلك لأنه لا قيام للدين إلا بإصلاح الدنيا لأن الدنيا التي فتنت الناس عن الدين في كل العصر والخلاف إنما هو في الدنيا وإن كان يظهر أنه في الدين غير أن الإمام الغزالي يميز بين نوعين من الدنيا الدنيا التي تفتن عن الدين وهي بلغة عصرنا دنيا التبذير والاستهلاك بلا ضوابط والدنيا التي تعين على الدين وهي دنيا تعميم الحاجات الأساسية وتجنب التبذير مولا يا أمير المؤمنين يتأتى ختاما وبناء على عناصر البحث التي استعرضناها أن نشر إلى أمور ثلاثة مكملة للحديث أولها أن القامس الإسلامي يتضمن مصطلحا شعوريا لا ينبغي خلطه بمصطلح القديس في التاريخ السياسي الغربي ومصطلح الحرمة في قوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو أخر الله عند ربه وفي أهلا سلم الحرمات حرمة الإنسان وتتفاوت بقدر موقع الشخص من خدمة الناس ثانيها أجوب الالتفات في التشخيص السياسي إلى إشكالية العلاقة بين الواقع والحقائق بين المؤسسة والشخص فإمارة المؤمنين التي تقوم عليها البيعة مؤسسة بالمعنى الحديد والمبايع الذي هو شخص الملك ليس في عين المبايعين طرفا رمزيا أو افتراضيا لأن من ألف في الإمامة من علماء الإسلام كالإيجي والباق اللاني والبغدادي وابن خالدون والماوردي قالوا إن المبايع يتحمل مسؤولية البيعة بشروطها أي أنه يظل مسؤولا عن نتائج تفوضاته وتالت هذه الأمور أن الدين بشموليته جوهري لأنه يعطي المعنى للحياة لكن انخراطكم يا مولايا في الإصلاحات الدنيوية بكل أعماقها هيأة للدستور الجديد المجال لخلق دينامية خصيبة بين مقتضياته والحفاظ على أمانة البيعة في غير تفاوت ولا تزاحم ولا تنازع وهو العمر النهج الذي سيمكن الملكة من الدخول في مرحلة جديدة من بناء شخصياتها المنسجمة النموذجية بفضل استطمار المشروعيات التي تراكمت في شخصكم كما يرى هالمؤمنون مشروعية النسب ومشروعية التاريخ ومشروعية النضال ومشروعية الانخراط الحصيف في الأسلوب العصري لتحقيق الحقوق والسعي إلى مزيد من المكرمات ولسمح لي مولايا ولختم من مولانا إن الله وملائكته يصلون عن النبي يا أيها الذين آمنوا وصلوا عليه وسلم وسلم اللهم اصل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقه الخاتم سبقنا سر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قفدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وفي ختام هذا الدرس الافتتاحي تقدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية للسلام على أمير المؤمنين حفظه الله وكما جرت العادة في هذا الشهر المبارك تقدم عدد من السادة العلماء الضيوف للسلام على جلالة الملك نصره الله الشيخ رافع الطهى الطيف الرفاعي العاني مفتية ديار العراقية والأمين العام للأمان العليا للإفتاء الأستاذ إبراهيم محمود جوب الأمين العام لرابطة علماء المغرب والسنغال الأستاذ محمد المامون فاضل مباكي داعية ومربي للطريقة المريدية بالسنغال الأستاذ محمود ديكو رئيس المجلس الإسلامي لجمهورية مالي الأستاذ نوزاد صواش باحث ورئيس تحرير مجلة حراء في إسطنبول بتركيا الأستاذ مالك عبد الرحمن رويث رئيس الجماعة الإسلامية بإسبانيا كما يتقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الأستاذ أحمد برميخو مدير مسجد غرناطة بإسبانيا والأستاذ محمد حانفي الدهاء أستاذ جامعي بموريطانيا والأستاذ محمد أحمد شفيع النائب الأول لرئيس المجلس الإسلامي ورئيس جمعية الأخوة الإسلامية بالنيجر الأستاذ إدريس قدوس كوني رئيس المجلس الوطني الإسلامي المكلف بالشؤون الخارجية في المجلس الأعلى للأئمة بكود ديفوار والأستاذ عبد الواحد وجيه أستاذ بجامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمملكة العربية السعودية والشيخ الصادق العثماني مدير قسم الشؤون الدينية والإعلامية بمركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية بالبرازيل وبهذه المناسبة قدم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لأمير المؤمنين حفظه الله المصحف المحمدي المقاس الملكي وهو عبارة عن طبعة فاخرة بإنجاز يدوي 100% بمنمنمات مبتكرة وتسفير جلدي أصلي ويقدم هذا المصحف في حلة تمزج بين الطابع المغربي الأصير والطابع العصري مع إبداع وتجديد في الزخرفة من حيث اللون والتصميم خطط هذا المصحف السيد محمد المعلمين وأنجز منمنماته الفنان المغربي السيد عبدالله الوزاني واقتبع بمطابع خاصة بمدينة بلاو بألمانيا تحت إشتراف مؤسسة فابكو النمسوية وتقوم بنشر مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف إلى هنا نودعكم سيداتي وسادتي وإلى اللقاء بحول الله